بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان الصيني تشانغ دي جانغ عبر فيها عن خالص تهنيئته بإعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وبعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ضمنها سمو خالص تهنيه بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني